السلام عليكم ورحمة الله معاكم النهاردة نلخيص الحلقة الرابعة من حلوة الدنيا سكر قصة كاندي كرش ويلا بينا قلنا لكم الحلقة اللي فاتت ان عمها تلاع على الباب وقعد يقول لهم الحقوني جلدك قال لو مغنيتيش هيلبسنا كلنا وهيبهد الله هي قالت لهم مستحيل ان انا اغني ورحشادي جاية قال لها لأ هتطلع ويضغني وتلبسوا في فستان وتبقي احلى واحدة في المكان وهتكسبي وبالفعل رحت رجبت مع بابها وكانت راح على السرق وبعدين راح على القهوة الاول ولقت ان بابها فضحها معرف كل الناس ورحت مكلمة بالبوليس وقالت لهم ان فيه ناس بتتهجم علي عشان شدي كان مجمع لها ناس يشجعوها برضو بعدين الضبط بيقول لهم هي دي مجنونة ولا في ايه راح شدي باخده على جنب وقال له عشان دي صدمة ممتها بس فيها عاملة كده قال لها له صدمة ممتك انا مش هعمل كده بس وخرس المشهد ده على كده بعد ما قالها اغني وبعدين اتوترت جدا وهنخش على المشهد اللي بعده ويلا بينا وهربت ساندي من اهلها بعد ما بلغت عن بابها ان هو خطفها عشان فضحها في القهوة واستصحابه وبالفاق اللي لجبت العربية قال لها رايحها فين راته راح حركنا قدامها وتلعت واخد العربية وهربت ورحت عند شايماء ومستر عز كلم شايماء وقال لها انا عارف ان ساندي عندك ولازم تخليها تيجي وترجع البيت تاني وقعدوا دوروا عليها يمين وشمال وعمها قال لك انا هعمل منشورات عشان الاقيها وهي راحة الاسم وقالت لهم وهي راحة الاسم وقالت لهم انا عملت جريمة جمدة جدا انا سرقت القطة بتاع تجارتنا فطبعا الزبط ضحك عليها ولم اصحابه وشكله كده هيوديها على مستشفى المجانين وده اللي هنشرح لكم المشهد الجاي مع التوقع للحلقة الخامسة مع السلامة